السلام عليكم أجمعين كنتم نتكونوا باخر والاخر بصحة جيدة إن شاء الله اليوم نشوفه استعمالة الخل وفينا نستعمله بحكم أنه عنده منافع عديدة أنا أعطيكم بعض بعض التجارب ديالي واللي كي يصلح فيها وبعض التدابل المنزلية المفيدة جدا كنتم نتعجبكم القناة وتقابونا ومعنا وتدعمونا باللايك كما كتشوفوا عندي هنا الترموس بالنسبة للترموس راني حطا واحد رابط في القناة تنسع كيفاش أنك تعتني بالترموس ولكن في حالة أنك مشتش ما عرفتش أنك كما كتعرفوا أن الترموس كيكون فيها واحدة رائحة كريها مني وخاك كتغسليها وخاك تنشفها رامني كتزولها كتزوليها كتزحلي الغطي كتلقي فيها واحدة رائحة كريها كما كتشوفكم كما قلت لكم نضع رابط في صندوق الوصف كيفاش كسع ثاني باب الترموس كتتحيد منها الرائحة كما كتشوفو كنا ندير واحدة بعض القطارات نزع الخل لحليتي اولقيتي فيها الرائحة ديري بعض القطارات الخل والماء سخون او عادي لعندك حتى عادي مروبيني ممكن تديري عادي مهم كما كتشوفو كنحركوها كمزيان كتصف قوس مخدوها مزيان كيطاح داك الميكروبات و داك تفكرة و داك الشي كامل اللي تربى في داك الترموس كيطاح كما تشوفو معايا داب هنا في الفيديو الشي لوصخ على البنات كما كندرنا الماء بياض كلوش كارجع كارجع صفر و داك لوصخ و داك الشي طاح في داك الماء لحقتو مزيان انا كنشوفو اكثر كما كتشوفو رات داك الوصخ موجود في داك الماء بزاف و مهمتو مزيدو حركوها و صفي و اللي وشلوها بميها و استعملوها عادي كيتحيد منها ديك اللي باكتيري و كتحيد منها تال ريحة كتال ريحة البنات كتحيد منها و اللي باكتيري و اسميتو كل شي كيتحيد منها بالنسبة لستعمال تسانية البنات كما كتعرفون عندنا المعارق و الشوك و داك شي لحاجات الاليمينيوم و للنحاس كما كتعرفوها من بعد مدة على مدة كتفقد اللمعان ديالها و المستقية ديالها كما كتشوفو كننخدو واحد البانيو في هميها و كنديرو واحد شوية ديال الخل و كنرقدوها تقريبا واحد ساعة ديال المكانة كنرقدو ديك شي كامل كرجعو لامي كما كتشوفو كيتربتها داك الوسخ كيتحكو غي قبطو واحد بالنسبة للوسخ قبطو واحد الحلفة ديال المعارق و حكوها كيتحيد بسهولة ولا معان ما نقول لكمش بالنسبة لستعمال الثالثة البنات كما كتعرفو في الصيف ولا من غير الصيف عندنا الخشب ديالنا كي تربفي داك داك رتيلة كيتربفي البخوش كيتربفي كيتحيد له اللماعان و خصوصا اللماعان من بعد مدة طبالي اللي عندهم الناس طبالي ديال الصالون من بعد مدة ما كيتقاسو بالماء و ما كيبقاوش لامعين ولا عندكم الوليدات و كيجردو لكم كيجردو لكم الخشب هنا نوريكم الطريقة كيفاش انكم تحيدو هاد شي كامل كتاخدو واحد شوية ديال الزيت زيت رومية عادية و كتزيدو علي واحد شوية ديال الخل كتاخدو واحد من مين شافاك تكون رطبة كيما كتشوفو عندي هنا الخشب شوفو كي ولا كي كان شوفو كي كان بالنسبة انا راولي كان كي جردو لي من هنا يا كين كي جردو لي رجع لي هاد الخشب حالتو البنات و فقد اللماعان ديالو كل شي كيما كتشوفو انا درت له بحالط طريقة هادا غيجربو البنات هاد طريقة والله تسبقوا وتدعيوا معايا وتشكروني عليها شوفو كيفاش يختافي غيب شوية ديال الزيت و شوية ديال الخل رائع رائع بززاف اللي خشب و كي يحميه من جميع الخدشات و كما قلت لكم في حالة لبغيتو التاسفير نيوه استعملوا هاد طريقة و عاد فير نيوه متفير نيوش غير هاكا كنيشان و انا مأكدة بلا فيرني بلا والو لا بغيتو حافظي على طبيعة لا تكتصالون على النموسية ديالك دبيت نعاس لك انتم اللي خشب بهالطريقة البنات والله تشكروني عليها زوينة بزاف كيما كتشوفو راكم قدام عينيكم هانتم مغيخ ديس بمين شافة تكون ناشفة ما فيها لما و خصوصا البنات بغيت نقول لكم ان الخشب ما تديرو لما لا تيد لا جابيل لا تحاجة من هاد المواد ديرلو هاد كتع ثانية و معاه بها طريقة شوية زيت و شوية ديال الخل كتحركوهم كتدمجوهم مع بعضياتهم وتمسحو بيهم جميع جميع الخشب اللي عندك فضة يعني فيترينا يا نموسية يا طبالي كل شي كيما كتشوفو و اتمسحو بيه كيعطي لبنات واحد لماعان لهادك و كيحافظ لك على اللون ديال الخشب و خيكون جرود و خاكي ممكن ما كيبقاش ما كيبقاش يا سيئ، اتمنى عليكم انا واراكم وحدها واحد وحد الخزانة عندي جردها لي والدي شو كييو اللاس صرحة رجعتا رائعة البنات كيما كتشوفو دي مكن اعتني بها الطريقة هدي بغيت نفيدكم تهيا فيها كما كاتشوفو كي يعطي واحد لامعان زوين بزاف بالنسبة لبنات الاستعمال الرابع كيما كتشوفو عندي هنا هايت لاجة عندي فيها رهام ضبا كيما كتشوفو حل حل شد ودراري كي قصو بيديوهم والمامي كتسيقيك والمامي كي رشت لجاك كتولي مضباحا لتها وما فيها جدك اللامعان وخصوصا هادو ديا الإينوكس كي ما كتشوفو كناخد هنايا واحد 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 درة هانتو ما تشوفو معايا هكا استعملتها كناخد واحد دريرة هانتو ما كندير فيها واحد كنعمرها هنايا بالخل هكا وصافي وكان مسح بها تلاجة ديالي وبالنسبة لبنات تلاجة لا بوغيتux اسمسحوها من الضاخل رهكتحيد الرائحة وكتحيد الحاجة القبيحة كاملة ولوسخ هد الخل رائع لبناتها من الداخل لمن خارج تلاجة لمن الداخل لمن الخارج كينضفها كينضفها ما ديلي لتلاجة لجافة اللتي دلول وديلي له هالخل فقط كيعطيها واحد دلمعان وكيحيد منها الخ playthrough وكيحيد منها تلاجة الرائحة والله تعال بناتها تشكروني إليها بالنسبة لابنازل الاستعمال الخامس عندي هنا يا صبانة ميكانجين صبان هنا يا الحوائج دي ما كندير واحد عندي معطر كنزيد إما كنزيد معاه واحد من قطة هذا الخل وفي حالة لا ما كانش عندي كندير الخل كيحافظ لي الحوائج وما كيخليش الألوان حتى لا درتي شي فوتا كتطلق ولا شي حاجة ما كيخليش ما كيخليش داك شي يطلق في الشي وزائد أنه كينضف كينضف الماء كينضف الماء كما كنقوله لداخل ديال الصبانة كينضفوك يحيد من هاليباكتيري وغير جربوها البنات غير جربوه راكم ما تدعيوا معايا على هالطريقة هادي وتمسحوا من هالبنات تمسحوا الصبانة ديالكم بالخل كذلك تهيكتها اللامعان بالنسبة للستعمال السادسة للبنات عندكم لا عندكم حوايج كيتلقوا عندكم شي فوتا عجبتوها جديدة وما بغيتوهاش أنها تطلق في الحوايج ولا باش تصبنوها عندكم شي صوفة ما ديما كان شريوا الحوايج وكيستقونا كيتلقوا شنو كتديرو كتتاخدو واحد البانيو فيه الماء كتتاخدو أنا درت هنا غي شوية ديال الخل بغي حد جريبة ولكنتو ما ولكن البنات نتو ما ديرو نص قرعة ديال الخل ومسا الحوايج اللي كانت عندكم وخليوها ليلة كاملة والغدة عاد حيدوها عاد غسلوها بالماء بالماء من روبيني وتشوفوا النتيجة ما تعودش البنات نهائيا أنها تطلق ولا شي حاجة وتتحيد من هدك الصباغة وكتبقى غيل لون الأصلي ديالها ما تخافوش منها وحتى أنه تكشف رها ما تكشف ما والو غي كي حافظنا على اللون الأصلي فقط حتى لكان عندكم تبديج اللابة بغيتو تصوبوه هكا بهالطريقة كما كتشوفوا الاستعمال الثامنة لبنات كما كتشوفوا عندي هنا هي البطاطا مي كان جي نقلي الفريط كان قبط البطاطا كان قشرها وكان قطحها على شكل الفريط وكان خليها وكان ديرها في الماء وكان زيد عليها وحد شوية الخل وكان ولي نصفيه ومنين كان صفيه مي كان جي نقليها وكان دير عليها وحد شوية الملحة وبعد قطرت ديال الخل قال لبنات صدقوني كتعطي واحد لقرماشة بحال انك كتاكلها ديال الثنقة قرماشة خاطية يا روزوينة بزاف وكما كتشوفوا ان شاء الله دا بنشارك معاكم الطريقة ديالي في قليان الفريط اكيد انو ولكن خضوا هاد النصيحات بقاوا تستعملوها وكما قلت لكم ديروها في شوية ديال الماء وديرو البطاطا في الماء ديالكم وخليوها حتى تطلق تطلق من هادك الناشا وتحيد من هادك الناشا كله وصفيوها خلي واحد لخمسة دقايق صفي انا كما تشوفوا انا وريتها لكم في هاد الفيديو ها هي كما كتشوفوا انا قطعت الفريط ديالي درت هنا عليه واحد شوية ديال الخل وخليته خمسة دقايق حي دات من هادك الناشا وميجيت نقليه دات عليه واحد القطارات ديال الخل وقليت كي تعطي القنمشة رائعة بالنسبة للبنات للإستعمال التاسع هي بغيت ننصحكم لوليدات ديالكم يكين عسو كي تعطيهم داك شنيولة كي يقرب لهم الدبان وديك شي بها الطريقة هادي ديال الخل كي تعطيهم وقبل ما ينعسو كي تعطيهم واحد القطارات ديال الخل كتدهني لهم يديداتهم وكتدهني لهم رجيلاتهم ومشي غير الأطفال تلكيبار كي ما كتشوفو كدهني لديدات والرجيلات وصفيكين عسو ما كتقسهم البنات لاشنيولة ما كتقسهم لدبان لبخوش لبق لاتحاجة كتحافظ لهم أول حاجة لخلي كي حافظ على البشرة وميمطو أنه كي حميهم من الحشارات رائع رائع لبنات هالطريقة هادي جربوها ورضو عدية كي ما كتشوفو تلكيبار أنا ما كننظرش على الصغار تلكيبار تلكيبار يديرون نفس الطريقة وحتى لكان عندكم الجرح لبنات في يديكم معلومة كان عندكم الجرح في يديكم ديروا واحد شوية ديال الخل تهيك يحافظ كي حيدك الميكروب اللي كي يتلقو دك الجرح كي يحافظ لكم متاع على الجرح ديالكم بالنسبة للإستعمال العاشرة اللي بنالت هي الطبلة الميكا ديال الطبلة خصوصا أنا كننصح للناس لي في العربية كما كيكون كيكون عندهم الدبان والدبان والناموس بزاف ديما الطبلة عامرة بالدبان كنصحهم بهالطريقة هادية يخدوا واحد مين شافا ويديروا قطارات من الخل على الطبلة ديالهم للميكا ديالهم ويدهنوها ويمسحوها مسيان ما كيقرب لها البنات لدبان لا بخوش لا تحاجة كتبقى نقية وما كتحطى عليها الميكلة كتلقيها نقية خصوصا هالبنات كيما كننصح الناس العربية أكثر بالنسبة للإستعمال الحاشر كيما كتشوفوا عندي هنا يا أنا ديما ما كنجيب منين كنجيب للفواكه للخضر كاملة كنديرهم فوحد البنيو ديال الماء وكندير عليهم واحد شوية ديال الخل وكنخليهم يترقضوا واحد القسمائين ديال الماء وكنغسلهم كيتحيد منهم جميع اللي باكتغي حيث راكم عارفين المواد الحافظة دابا ما بقاش ما بقيناش كنا نصوبوا ديك شي طابعي كين هنا يا المواد الحافظة كين داك داك المواد اللي كي ذرعوا بيهم وكيما كون ديك شي كلو كيأثرنا على الصحة بالنسبة كيما قد لكم ديروا هتال الخضر وخصوصا الخص البنات غسلوا الخص وغسلوا مع النوس وقصبوروا لقامة هادو كيقبط فيهم اللي باكتغي بزاف ديروا فيهم الخل كيما كتشوفوا اه كناخد انا داك كنخليها واحد لقص ماين كنبلا ما كننغسلها بالمالة حاجة صافي كننشفها وكنديرها كنخليها كصص قطر ونديرها في تليلي جديالي كيما كتشوفوا كيما قد لكم اه تعليل الخضر ما طيشها اه ما طيشها والفلفلة وكل شي قبل ما تغسلوه ديروا له هاد شوية ديروا شوية دخل خليوهي تقطع ومسحوه ومسحوه وديروه في التلاجة كيبقى رائع عرب ناس وكيحافظ لكم على الى كيحيد لباكتيري وكونوا اكيد كنت مني اعجبوا اشتركوا في القناة